اشتركوا في القناة حفظه الله ورعاه وذلك لدى تفضل جلالته بافتتاح الفصل التشريعي الخامس للمجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب وقد اشاد البيان بما حمله الخطاب الملكي من رؤية ثاقبة وتوجيهات سديدة وتطلعات رحبة حيث جاءت مضامينه موضحة لمتطلبات مرحلة العمل القادمة التي تستدعي المزيد من البذل والعطاء وان تتحل الجهود الوطنية بالبذل المخلص لمواصلة حفظ المصالح العليا للوطن وحماية دولة المؤسسات والقانون وثمن المجلس عاليا ما ورد في الخطاب السامي من اشادة كريمة من لدن العاهل المفدة بعطاء المرأة البحرينية في مختلف المجالات وتأكيد جلالته بانها مبعث اعتزاز وفخر للجميع بالنظر الى دورها الرائد في كافة ميادين الحياة فهي الرائدة والمربية كما وصفها جلالته وفي ختام البيان اشاد المجلس الاعلى للمرأة بالانجاز الرفيع الذي حققته المرأة البحرينية بترأسها للمجلس النيابي عن طريق التصويت الحر المباشر والمتمثل بالفوز المشرف للسيدة فوزية زينل لتكون بذلك اول سيدة بحرينية تحتل هذا المنصب الرفيع مشيرا البيان الى ان هذا الاختيار يأتي كحصيلة طبيعية لما وصلت اليه المرأة اليوم بالنظر الى اسهاماتها العريقة في بناء نهضة وطنها وهو فوز وانجاز يحسب للمجلس النيابي في تشكيله الحالي الذي تأتي ارادته الحرة معبرة عن تقدير شعب البحرين لنساء وطنه ومتلاقية ومتوافقة مع تلك الارادة الملكية السباقة التي جعلت للمرأة البحرينية مكانة رفيعة وحظوة غير مسبوقة تسارعت في ظلها انجازاتها الوطنية التي لا حدود لها